إيران دخلت الساعات الأخيرة بل هي مرحلة الخطر أمام ضربات محتملة من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل ستكون موجهة ضد المفاعلات النووية الإيرانية وهذا يعود بسبب هذا التقرير الذي ترونه أمامكم والذي نشر يوم أمس على الوال ستريت جيرنال لورنس نورمان هو الذي نشر هذه التفاصيل بشكل خاص وحصري بسبب اطلاعهم على تقرير سري سنتحدث عنه الآن أيضا الاسوشيتيت بريس كانت قد نشرت المزيد من التفاصيل اليوم حول ما جرى فعلا الأمر كله مرتبط في حقيقة الأمر بتقرير قد صدر في الأيام القليلة الماضية من قبل صحيفة بلومبرغ التي أكدت بأن مفتشين تابعين للوكالة الدولية كانوا في إيران يقومون بعملية فحص مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% من المفترض إيران أن تخصب اليورانيوم بهذه النسبة التي هي تبعد 30% فقط من التخصيب بنسبة 90% ولكن أثناء الفحص لهؤلاء المفتشين فجأة وجدوا بأن اليورانيوم المخصب لدى إيران وجدوا جسيمات لليورانيوم تحديدا مخصبة بنسبة 84% أي إنها وإن إيران على بعد 6% فقط من الوصول إلى التخصيب العسكري بنسبة 90% وهنا بدأ الاستنفار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أرسلت مفتشين بسرعة من جانبها للتأكد من حقيقة هذا الأمر وانتهت هذه المسألة لم يكشف عن شيء وقاموا بإصدار تقرير سري أرسلوه للدول اللعظة في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سيكون لديهم اجتماع أساسا في السادس من مارس بعد خمسة أيام من الآن الوالس تري جورنل وتحديدا لورنس نورمان قد اطلع على هذا التقرير السري ونشره على الوالس تري جورنل وأحد أهم التفاصيل التي نشرها وتأكد منها بأن إيران فعلا من خلال هذا الفحص الذي قام به مفتشين وكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران فعلا تخصب اليورانيوم بنسبة 84% وبشكل أدق 83.7% يعني مرة أخرى أن الأمور فعلا أكيدة بأن إيران قريبة جدا بنسبة 6% للوصول للتخصيب العسكري الذي من الممكن أن يوصلهم للقنبلة النووية وعلى هذا الأساس موجهوا سؤالا سريعا أساسا بالنسبة للبكارة الدولية للطاقة الذرية وهو مذكور في هذا التقرير السري ما الذي حدث يا إيران؟ ما الذي فعلته يا إيران؟ هل أنت متقصدة؟ هل أنت غير متقصدة؟ طبعا إيران أجابت بمسألتين مهمتين المسألة الأولى قالت بأنها المسألة هي كلها قد تمت في طبعا منشأة فوردو وبأننا في فوردو قفزنا في تخصيب اليورانيوم من نسبة 20% إلى 60% في نوفمبر من العام الماضي وبالتالي حدث التقلبات في تخصيب اليورانيوم ووصل فجأة إلى نسبة 84% نحن لم نرفع تخصيب اليورانيوم والأمر الثاني الذي أجابت به إيران قالت وقد يكون بسبب استبدالنا لإستوانة التغذية كما يطلقون عليها وبسبب هذه العملية حدثت هذه التقلبات ووجدتهم جسيمات اليورانيوم مخصبة بهذه النسبة تحديدا طبعا الانستيتيوت فور ساينس كانت قد أكدت بأن الوكارة الدولية للطاقة الذرية لديها شكوك كبيرة وتشك في هذه القصة بل هي بالأحرى غير راضية عن ما تحدثت به إيران تحديدا وأكدت الانستيتيوت فور ساينس أن الوكارة الدولية للطاقة الذرية تحقق في مسألتين مع إيران تحاول معرفة الحقيقة فيها هي تجد أولا بأن إيران فعلا قد تكون هي متقصدة تماما وتركت اليورانيوم يرتفع تقصيب اليورانيوم يرتفع إلى نسبة 84% متعمدة أهملت هذه المسألة اعتقادا منها بأن الوكارة الدولية ومفتشيها لن يعرفوا ما الذي يجري في هذه النقطة ولكن اكتشفوا هذه المسألة والنقطة الثانية والأخطر التي ينظرون لها طبعا بالنسبة الوكارة الدولية للطاقة الذرية هم يجدون بأن إيران قاموا بإدخال أسطوانة منتج صغيرة جدا عندما ارتفع اليورانيوم إلى هذه النسبة التي تحدثنا عنها ألا وهي 83.7% وهذه الأسطوانة قامت بعملية تجميع اليورانيوم المخصب من هذه النسبة الكبيرة وبعدها قاموا بسحبها وإزالتها مباشرة من النقطة واحدة من الأدلة المهمة على هذه القضية أن مفتشي الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميعهم عندما قاموا بالفحص وجدوا هذه الجسيمات ولكن لم يجدوا اليورانيوم المخصب بالنسبة 84% أي أن هناك شيء ما تخفيه إيران في هذه القضية بل أن أيضا لورانس نورمان كان قد أضاف تفاصيل مهمة بتغريدات خاصة به حول هذه القضية وجد بأن إيران متقصدة تماما ومتعمدة وهي ليست كما تدعي بأن هذا الأمر هو حادث أو مسألة خلل نوع من التقلبات في تخصيب اليورانيوم أو غيرها لا أبدا هو غرد بهذه الطريقة وقال بأن الأمر يعود إلى تقرير قد شهدناه جميعا في بداية الشهر الماضي في الأول من فبراير فجأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأننا وجدنا مسألة مهمة خطيرة بأن إيران قامت بتغيير معين في مشاءة فوردو تحديدا ولكنها لم تبلغنا بهذه القضية وما فعلته طبعا إيران بحسب هذه التفاصيل التي تحدثت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حينها قالت بأن هناك سلسلتين من سلاسل أجهزة الطرد المركزية الموجودة في مشاءة فوردو وتحديدا من الـ IR6 قد تكون هذه الأجهزة هم طبعا اتخذوا قرارا باستبدال جميع الأجهزة إلى أجهزة الـ IR6 من الجيل السادس طبعا سلسلتين نتحدث كل سلسلة تصل إلى 164 جهازا قامت إيران بعملية ربط هذه السلاسل سوية ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما قاله لورانس نورمان بحسب التفاصيل التي تحصل عليها بأن إيران تحديدا في 22 يناير المفتشين للوكالة الدولية كانوا موجودين عند إحداث هذا التغير وقاموا بالفحص ووجدوا النتائج بأنها جاءت بنسبة 84% وكتبوا هذا التقرير وأرسلوه ونشره على وكالة بلومبرغ وها نحن أمام هذه القضية الخطيرة للغاية وبالتالي الكلام بأن إيران تعمدت هذه المسألة بحسب كل هذه التقارير التي ذكرناها طبعا الأمر وصل مراحلا خطيرة الآن إلى درجة أن هناك تصريحات قادمة من البنتاجون من هذا الرجل وهو كولين كال وكيل ووزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية قال بهذا الشكل ووثقت التصريحات الخاصة به رويترز وكالة رويترز قال الآتي إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في حوالي 12 يوما لم يتبقى شيء أبدا وهنا يأتي الخطر الذي ممكن أن يكون قادما من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل في ظل هذه الإمكانية الكبيرة التي ظهرت بهذه الطريقة طبعا لإيران وهذه جعلت الأوساط الأمريكية أن تنفجر غضبا مثلا الواشنطن انستيتيوت معهد واشنطن للدراسات طبعا كما تلاحظون كان قد وضح بأن الآن على إدارة بايدن تغيير استراتيجيتها تماما استراتيجية الدبلوماسية والعقوبات وغيرها لم تعد تنفع وبالتالي يريدون إعادة العقوبات أي تفعيل السناب باك في الاتفاقية النووية التي استخدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خاصة عندما انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018 تعزيز الردع العسكري التخطيط لسيناريوهات الأزمات المحتملة بحسب معهد واشنطن طبعا أيضا شخصيات مهمة مثل إيريك بريور قال حتى لو لسبب ما بأن إيران لم تتقصد هذه المسألة وفعلا هناك تقلبات في تخصيب اليورانيوم فإننا يجب أن نرد وأن نأتي برد كبير ضد إيران يوضح لإيران تحديدا بأنك يا إيران إن اقتربت وإن حاولت بشكل مباشر أو غير مباشر متقصد أم غير متقصد أن تقتربين من التخصيب العسكري بنسبة 90% فإنك ستتلقين درسا كبيرا كما يتحدث هو أيضا الناشنال انترست قالت أن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تتبع استراتيجية إسرائيل الآن وآن الأوان أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل كتفا لكتف في الاستراتيجية الموجهة ضد إيران وتحديدا ضد المفاعلات النووية فهي اقترحت بصريحة العبارة بما أن إيران تتقدم نوويا وهذا ما يرجح بحسب هذه الأوساط والخبراء أن بعد سنة من بدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني إيران فجأة بدأت تصل إلى هذه النسبة العالية بدأت تمتلك صواريخ مثل صواريخ الكروز وصواريخ الفرد صوت التي أعلنوا عنها مؤخرا بل أن طائراتهم المسيرة أيضا بدأت تتطور وتصبح أخطر بكثير من الفترات التي اعتدناها ورأينا فيها إيران وبالتالي هم يتحدثون وبالنسبة للناشنال انترست قالت بأن مسألة الطائرات المسيرة رغم كل العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت على روسيا وإن كانت على إيران في مسألة نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني لم تمنع شيئا هذه الطائرات استمرت بالوصول والتواجد في روسيا وكنا على سبيل المثال ماما أربع طائرات مسيرة استخدمت فجر هذا اليوم على عدد من المناطق الموجودة في كييف هي لا زالت موجودة رغم كل الضغط الذي نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من أوروبا وتحدثت الناشنال انترست بأن إسرائيل هي الوحيدة التي تقوم بعملية مواجهة مسألة الطائرات المسيرة وهي الوحيدة التي تستهدفها واستشهدت طبعا بيئة العملية التي جاءت والتي شهدناها في نهاية شهر يناير تحديدا في أصفهان عندما تم استهداف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والتي كشف فيما بعد من عدد من المصادر بأن هذه المنشأة تحديدا كان قد تم صناعة وتطوير عدد من الطائرات القاصفة التي وجدت طريقها لروسيا وبأنها ستستخدم في الداخل الأوكراني في أي لحظة وبالتالي الحديث بأن يجب أن يكون هناك إسنادة من الولايات المتحدة الأمريكية للإسرائيلين في طائرات تزويد الوقود التي طلبتها إسرائيل والتعجيل من عملية إرسالها مثل طبعا الكيسي A46 وهذه الطائرات إسرائيل بحاجة لها وأيضا يجب أن تضعوا في حساباتكم عملية الاستعداد تماما مع المناورات التي قمتم بها بحسب طبعا الناشنال انترست أن نتوجه مباشرة وأن نضع ضربة كبيرة على المفاعلات النووية لأن إيران اقتربت كثيرا من القنبلة النووية وبالتالي المشكلة الحقيقية التي تتحدث عنها الناشنال انترست بأن إيران ستصل للقنبلة النووية ستصل إلى منظومات اندفاعية كبيرة وغيرها وأيضا في نفس الوقت بأن روسيا تتقدم وتحقق ما تريده أساسا على مستوى شرق أوكرانيا ولا زالت تشكل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى أوكرانيا بل حتى على دول أخرى وبالتالي لا بد لكم أن تغيروا استراتيجيتكم قبل فوات الأوان وفعلا بأن روسيا الآن هي بدأت تتحرك على نقاط مهمة للغاية هي بدأت تستثمر في مسألة بيلاروسيا والتحشيدات التي تريد أن تصل إليها ولديها قوات أساسا فيها وهناك تهديد على العاصمة الأوكرانية كييف بل أنها أيضا الآن بدأت تستثمر كثيرا في الأسبوعين الماضيين في مولدوفا وتحديدا حول إقليم ترانز نيستريا استثمار هائل للغاية وفي ترانز نيستريا تحديدا إذا ما ذهبنا الآن إلى الشاشة الكبيرة لنلقي نظرة على ما يجري في إقليم ترانز نيستريا الذي يتواجد فيه انفصاليون طبعا في مولدوفا هناك وهم موالين للروس وقوات روسية أيضا هناك تظاهرات كبيرة جدا قد انفجرت في مولدوفا بهذه الطريقة وقال المولدوفيون طبعا بأن والحكومة المولدوفية بأن هؤلاء الروس هم من دفعوا بهم ولكن هناك تقارير أخرى تقول بأن مولدوفا بصريحة العبارة هناك تضخم فيها هناك مشكلة حقيقية وبالتالي هناك اتهامات متبادلة ولكن ما هو موجود دوليا وما يتم الحديث عنه بأن روسيا هي التي حشدت هؤلاء المتظاهرين لأنها تريد قلب المعادلة الموجودة تحديدا في مولدوفا على الحكومة في مولدوفا لأسباب استراتيجية مهمة ويجب أن ننتبه هنا بأن وزارة الخارجية الروسية نشرت اليوم مسألة مهمة للغاية مرتبطة في مولدوفا وتحديدا في إقليم الترانزنيستريا هي قالت بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام المواد المشعة لاستهداف إقليم الترانزنيستريا وأنها تريد القيام بعملية عسكرية على إقليم الترانزنيستريا من أجل إخراج هؤلاء الانفصاليين مستغلة طبعا الحكومة التي تعتبرها الحكومة في مولدوفا الموالية أساسا إلى الغرب وبأنها تحدث رئيس الوزراء المولدوفي نريد نزع السلاح من الانفصاليين الموجودين في ترازنيستريا نريد طارد القوات الروسية الموجودة هناك والتي تعتبرها أساسا روسيا هي قوات لحفظة سلام وبالتالي المشكلة بأن روسيا جاءت بأكثر من رواية حول قضايا المواد المشعة تخطيط أوكراني مؤامرة على ترازنيستريا من دون أي أدلة وهذا ما جعل الأوكرانيين والمولدوفيين بل حتى النيتو يعتقدون بشكل واضح بأن روسيا ستفعل شيئا تجاه ترازنيستريا هي لديها هدف استراتيجي في ترازنيستريا تريد أن تبدأه الآن وتريد أن تشعل هذه المنطقة ويجب أن ننتبه إلى أهمية ترازنيستريا العام الماضي في مارس تحديدا أي بعد شهرا من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أليكساندر لوكيشينكو الرئيس البيلاروسي ظهر وهو يشير إلى هذه الخارطة التي ترونها أمامكم هنا أوكرانيا هنا بلاروسيا وهذه هي مولدوفا ولاحظ الإشارة التي تأتي من شمال البحر الأسود قادمة من أوديسا دعونا نقترب من هذه الصورة وضحت طبعا هذه الخارطة بأن روسيا تريد القفز طبعا من شبه جزيرة القارم إلى خيرسون إلى ميكولايف إلى أوديسا وبعد ذلك جعلها أوديسا كخط مرتبط بإقليم ترازنيستريا وبالتالي يبدأ الحلم السوفيتي يعود من جديد هناك فكرة كبيرة بالنسبة طبعا لروسيا في هذه القضية هم يعلمون هذه المسألة ويعلمون أهمية ترازنيستريا بالنسبة للوكيشينكو تحديدا هذا الرئيس البيلاروسي المهم للغاية الآن هناك تطور كبير قد سمعنا عنه في الأيام القليلة الماضية مرتبط بمسألة استهداف جاءت عن العمق البلاروسي تحديدا المعارضة البلاروسية الموجودة في بولندا قالت بأن هناك استهداف قد تم خطير بعملية سرية من شخصين بلاروسيين استهدفوا هذه الطائرة التي ترونها ألا وهي الـ A50U وهي طائرة من نوعية طائرات الأواكس طبعا قد تم استهدافها بالطائرات المسيرة وسمع انفجارين وبأنها تضررت وغيرها بقيت القصة مرتبطة بالمعارضة وبيلاروسيا لم تؤكد شيئا وروسيا أيضا كذبت هذا الخبر أساسا ولكن جاءت الأقمار الصناعية ماكسار تكنولوجيز لكي تنشر صورة للقاعدة التي استهدفت والتي تأتي طبعا إلى جنوب منسك العاصمة البيلاروسية أظهرت هذه الطائرة فعلا وأظهرت هذه الصورة التي ترونها لنفس الطائرة وهي متضررة بهذا الشكل ولكن ليست بالأضرار الكبيرة والبالغة كما تحدثت المعارضة البيلاروسية الموجودة في بولندا خاصة إنما قرنناها أساسا بما جرى أو آخر صورة لها بالأقمار الصناعية التي رصدت من خلالها هذه الطائرة المهمة للغاية والاستراتيجية لروسيا هنا في التاسع عشر من فبراير في نفس القاعدة العسكرية التي تأتي إلى جنوب منسك وهذه الصورة الأخيرة الملتقطة من ماكسار تكنولوجيز تلاحظ الطائرة كيف كان شكلها وهذا الشكل الذي جاء بعد هذه الضربة واضح المتغيرات بالألوان بالرادار بالجناح وغيرها بأنها فعلا مع الصورة غير واضحة ولكن توضح أن هذه الطائرة فعلا كانت أمام ضربة وأمام استهداف ولكنها لازالت عبارة عن قطعة واحدة ولا يبدو بأن هذه الطائرة قد تضررت بالشكل الكبير الذي وصفته المعارضة البيلاروسية ولكن مع ذلك فإن في نهاية المطاف الطائرة قد استهدفت وكان هناك هجوما على هذا المطار في نهاية المطاف وكان الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكشينكو واضحا تماما تضربون مطاراتنا سنرد عليكم وسندخل في الحرب الروسية الأوكرانية ولن نتوقف حتى ثانية واحدة من عملية الدفاع عن أرضنا وبالتالي هنا من مسألة هذا التعاون الذي نتحدث عنه الآن أمام الولايات المتحدة وهذا ما تتحدث عنه الناشنال انترست والأوساط الأمريكية بشكل واضح جدا بأن الآن في بيلاروسيا مع هذه التفاصيل وهذا الاستهداف يفتح لها الباب في عملية الهجوم مباشرة على كييف بجانب كتفا لكتف مع القوات الروسية لإسقاط النظام في كييف تحديدا والتقدم إلى ترانزنيستريا مع محاولة قلب هذه المنطقة تماما لمصلحتهم وبالتالي ستكون الخارطة والنفوذ بهذا الشكل لروسيا طبعا وبالتالي هي التي سيكون لها النفوذ في هذه المعركة وستنتصر في نهاية المطاف وصدق أو لا تصدق أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم بهذا الاجتماع بهذه الطريقة كان قد تحدث عن مسألة سقوط كييف قال بأنكم يجب أن تعلمون تماما أن سقطت كييف وسقط هذا النظام تحديدا فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مصطرة بعد ذلك لإرسال أولادها وبناتها وأبنائهم بأكملهم لعملية الدخول في الحرب لكي يقتلوا في الحرب ضد روسيا إنما خسرنا هذه الحرب يجب أن تدعمونا إلى النهاية وهذا يوضح بشكل واضح للجميع بأن مسألة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت على روسيا أو إن كانت على إيران بما أن إيران وروسيا تتعاون بشكل كبير فهي لا تؤثر مثلا على سبيل المثال كنا أمام تقرير قد نشر أيضا يوم أمس بأن روسيا قد فقدت مثلة الريفنوز أو العائدات التي تحصل عليها من النفط ومن الغاز بنسبة 40% التضخم في إيران عالي للغاية كما تلاحظ لأن حتى سعر صرف الدولار في إيران والعملة الإيرانية متدهورة بشكل كبير بسبب توقف تدفق الدولار من العراق إلى الداخل الإيراني بسبب طبعا تطبيق المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي ولكن رغم هذه الظروف والمحاصرة وغيرها إلا أن إيران وروسيا بتعاونها لا تتوقف وهذا بالضبط ما تتحدث عنه طبعا الناشنال انترست بشكل واضح ولكن الأهم في مسألة إيران التي نتحدث عنها اليوم فإن رافايل جروسي مدير الوكارة الدولية للطاقة الذرية اليوم تم الإعلام بأنه متوجه لطهران إلى إيران تحديدا متوجه بشكل مباشر لمناقشة خطورة ارتفاع تخصيب اليوران اليوم بالنسبة 84% وهذه الحادثة الجمعة القادمة أي قبل اجتماع الدول ومجلس الدول الأعضاء في الوكارة الدولية للطاقة الذرية الكل ينتظر هذه اللحظات ويبدو بأننا أمام فعلا لحظات حاسمة في هذه المسألة والخطر بدأ يزداد شيئا فشيئا